السلام عليكم. بالنسبة للتلميذ كان يطلب مني المسألة والوضعية الإدماجية للبيام 2015. الشهادة 2015. من يوم ان شاء الله نقوم مع بعض. بالحل التح. هنا قررنا في الجزء الاول قالوا ان يا عمي احمد قطعة ارض مستطيلة شكل مساحتها الف متر موربع. هذه المعلومة الاولى معنى هنا. نقدر هذه نبينها. هذه كامل معلومة الاولى. وعندي هذه. وقالونا عرضها خمسي طوله. هذه المعلومة الثانية. هذه نعبر عليها بمعادلة. وهذه احترى نعبر عليها بمعادلة. قالونا في السؤال اوجد بعدي هذه الكطعة. هنا في هذه الحالة. عندي المعدلة الاولى. عندي ميساحة عندي ميساحة مستطيل. فالأرض مستطيل الشكل معنتها اس. قطعة ارض. قطعة الارض. تساوي ميس المستطيلة معنتها طول في العرض. المجسكي اللي هي طول. المينسكي اللي هي العرض. يساوي الف. الف متر موربع. هذه الف متر موربع. هذه المعلومة الاولى. المعلومة الثانية. اعطونا طولها. اللي هو العرض وان عرضها. اللي هو خموسي. خموسي. معنتها اثنان على خمسة. من. من. معنتها في. خموسي. طولها. معنتها. خموسي. تعطونا. احنا كنا درستو في الاولى متوسط. كانوا يقولو لكم لاخد كسر من عدد. اخد كسر من عدد. نضرب الكسر في العدد. هاي دي. نطلحدوا. نزيد النقطة. بالنسبة. هنضروك رعدنا معادلة. سي معادلة اولى معادلة الثانية. نحاولو دروق. ناخدو من المعلومة الاوهنة المعلومة هذه. نحاولو نعوضوها المعلومة الثانية. نحاولو نعوضوها في المعادلة ولا لاش باش ما يبقى ناش مجهولين L كبيرة و L صغيرة ايه نروح ودروق نحاوله انا بالتعويض التعويض ايه شوفوا معاك عندين معلومة اللولة اللي هي L في L تساوي L هذه معلومة لول لوقت بالنسبة ل L صغيرة را عندي القيمة التحبي دلالت L كبيرة عندها في عيوات ما نكتب L صغيرة نكتب 2 على 5 على 5 في L هذه في مكان وعندي في هذه هذه هنا في L كبيرة هذه ما نبدلهاش خليها كمحة تساوي L وطلحظوا معايا هنا وازمرا عندي نروح لعندي نروح L في L نجينا لأهل أس اتنان في اتناني على 5 ونقدر كاين طريقة أخرى نجي نعملها باش تسهل عليها أي عدد بدون مقام نحطوه على نحطوه على واحد أي عدد بدون مقام نحطوه على واحد هذه على واحد هذه على واحد واحد هذه على واحد يجينا هنا نضرب البوسط كلها ونضرب المقامات كلها نجينا هنا تساوي أو تخطي كسر أي عدد هنا نجينا L في L نجينا L أس اتنان في اتناني جينا اتناني L أس اتناني على واحد في خمسة في واحد تعطينا خمسة والأخرى تعطينا الجهة الأخرى تعطينا ألف ألف على واحد نحن نعرف بللي كيكون عندنا كسراء متساويان الجداء المتصالبان يكونوا متساويين مع انتها كنعمل إتناني L أس اتنان في واحد تساوي ألف في خمسة هيا تعطينا هنا إتناني في L أس اتناني تعطينا إتناني أل أس اتناني هذيك في واحد تبقى نفسها هنا تعطينا خمسة ألف معنى تنظر أل أس اتنان ماذا يساوي يساوي خمسة ألف على اتناني ويساوي ألفين وخمس ومئة العفو على تنظيم الكتابة طينا نحل مباشرة هنا وثم تحصلنا تحصلنا على أل أس اتنان أل أس اتنان يساوي نحاول نقسم باش نربحها لمكان أل أس اتنان يساوي ألفين وخمس ومئة هنا باش نخرج أل نعمل جدر معنطها أل تساوي جدر ألفين وخمس ومئة معنطها أل تساوي هي إما جدر تساوي أو هنا عندنا أو ناقص جدر الفين وخمس هذي مرفوضة الطول عمره ما يكون سالي معنطها نرفضو الأخر جدر ألفين وخمسم تعطينا اللي هي تعطينا اللي هي جدر ألفين وخمسم تعطينا خمسون خمسون متر معنط هنا الطول البعد الأول الطول هو خمسين متر لقد نمشي للإستخراج L L عندي تساوي اثنان على خمسة كنا وجدناها من قبل اثنان على خمسة L في L وتساوي نقوم بتعويد اثنان على خمسة في خمسون بتساوي خمسون كما عندها شو المقام نحطها خمسين على واحد هي جدنا هنا تساوي اثنان في خمسون تعطينا نضرب البص في البص والمقام في المقام جدنا اثنان في خمسون مئة على خمسة وتعطينا هنا في الآخير مئة على خمسة تعطينا عشرون معنتها L صغيرة تساوي عشرين متر وتعالصح وكان نرفض وكان نرفض S هنا كان نرفض S تساوي خمسون في عشرون شو هل تعطينا في الآخير تعطينا ألف معنته الشيء اللي قمنا به صحيح معنته هنا خرجنا البعدين اللي هو الطول والعرض الطول لصمنا لقناة خمسون والعرض لقناة عشرون ما نواصله؟ نواصله بالنسبة للجزء الثاني هذا الجزء الأول نحاول نخلع معاود للجزء الثاني الجزء الثاني قالوا أنه تنازل تنازل عم أحمد لأخيه عن جزء من هذه القطعة مساحتها 100 متر مربع وقصص الجزء الباقي منها لاستغلاله مشتلاء للورود والأشجار لهذا الغرض قسم هذا الجزء عشوائيا إلى قطعتين كما هو موضح في الشكل هنا في هذه الحالة هو هو تنازل من هذا الألف من هذا الألف من هذا الألف متر مربع تنازل لأخيه على مئة متر معنتها المساحة المطابقية مساحة المطابقية لهي ألف ونقصها مئة معنتها تساوي تسع ومئة هذه تسع ومئة متر مربع هذه هي المساحة المشتلة لأخدمها للأشجار هذه هي المساحة المشتلة لو قمشي منزل الواصل نقسمه من نسبة الواصل قانوننا في الأخير تحصلنا على هذه المشتلة نقسمها في هذا الشكل هذه هي هذه التي رأي خدمها هذا الشكل هذا الشكل الذي رأي رسمه هو تعالى المشتلة عمل هنا الأشجار وعمل هنا الورد هذه كامل فيها تسعمية إلاكم تميزوا هنا نقص هذه كل مئة متر نقصها منها اختروك عندها مستطيل وحدف منه حلمو ثلاثة من هنا فيها من المفروض مئة مئة متر هنا وكنتشوفوا وكنتميزوا منه هنا الربعين شحا نخصها باش تولي خمسين خصها منها عشرة شوفوا وعندي هاد الارتفاع وهذا الارتفاع اللي عندي هنا طول يقول لي هذا الارتفاع تعالى المثلث يقول لي هنا في عشرين يتبع هذا العرض نجينا نجينا عشرة في عشرين على اثنين ونقعدة في الارتفاع على اثنين ونلقى هنا مئتين قسمة اثنين ونلقى المساحة التحية مئتر متر مربع هذي نحاها ملا هنا هوا دا نرسمها لكم غيب ماشي هوا دا هنا نعندكم هلمو ثلث عفوا هلمو ثلث نضيفوها هذي نحا بالمستطيع اختر هذا كنا نعملو هيدا تحصل على هذي المو ثلث اللي اعطاه الافتاع هنا هذا المو ثلث هذا فيه مئات مئات مئتر موربع مئات مئتر موربع كنزيدو يتحصل على المستطيع الكامل هل ممكن نزيدو ونواصلو قالوا انها دا ام هي هذا التقسيم ما نجعل ما عطينا التقسيم تا دا ام ما حال فيه هذي دا ام مجهولة المهم محصورة ما بين الصفر للخمسون معنتها ما تقدرش تفوت كتر ما تكون كتر من طول هذا كتر من طول المستطيع قالوا انها لتكون فلي اكس مساحة المثلث بي سي ام معنتها فلي اكس بشي نكسب هنا فلي اكس هي مساحة المثلث بي سي ام وعندي جي ل اكس جي ل اكس هي مساحة الم الشبه منحرف هذي كل القطعة اب ام دي اللي هو شبه منحرف قائم شبه منحرف قائم تعمل هذا عبارة عن شبه منحرف قائم خطأ المستطيع جهنا الزاوية قائمة هنالزاوية قائمة وجينا هذي شبه منحرف قائمة ايدي نزيد لضيف الزاوية قائمة هنا نزيد هذا عبارة عن شبه منحرف قائمة نزيد ونواصل هذا هذا هذي نقسم منع البه فيما يخص المساحة فيما يخص المساحة تعلق الشبه المحارف S A B M D المساحة دي هذا قناب اللي هو هو اللي تمثلت هذه تمثلنا جيلي X هذه تعجيلي X وتمثلنا شبه منحرف شي منحرف مساحة الشبه منحرف تعطي من هذا القانون الشبه منحرف هذه كتبتها حتى في الابتداء من قبل هي القاعدة الكبرى زائد القاعدة الصغرى في الارتفاع على إثنان قاعدة الكبرى زائد القاعدة الصغرى في الارتفاع على إثنان أي أدرك ماشي نطبق السطبق العدده S A B M D يساوي هاي القاعدة الكبرى القاعدة الكبرى هذه هي هذه A B هو القاعدة الكبرى هذا A B هذا هو القاعدة الكبرى عندي هنا عندي هنا أربع ولا نكتبها ما عليش نعبلها لكم التفصيل A B زائد قاعدة الصغرى هي D M هي D M هذه هذه القاعدة الصغرى في الارتفاع في الارتفاع الارتفاع اللي هو A D A D على إثنان ويساوي نقوم بمشي للتطبق العدده هي عندي A B بالنسبة A B فيها هنا أربعون زائد X ما نعرفوش عند القيمة د M هي X في في آده اللي هي عشرون على إثنان نمشي نقوم بالتوزيع هاي هنا نقوم بماء أحسن يساوي نمشي نقوم بالتوزيع هنا نوزع هنا هنا نوزع هذه هذه أو هذه هذه هيدا هيدا أي عشرون في أربعون تعطينا ثمان ومائة زائد عشرون في X تعطينا عشرون X عشرون X أي هنا على إثنان وتساوي ثمان ومائة هذه القاعدة كسروا فيها حدود في هذه الحالة كل حد من الحدود ينقسم على نفس الماقة معنا تجينا تمان ومائة على إثنان زائد عشرون X على إثنان أي تساوي ثمان ومائة قسمت إثنان تعطينا أربع ومائة زائد عشرون X نقسمها على تين جينا عشر X جينا عشر X عشرين X نقسمها على زر جينا منها عشر X هذه هي S ABMD ولا هي جي ل X ها هي نمشو نخرج ودر واقع ل FDX FDX اللي هي FDX اللي هي المساحة المثلت هي المساحة المثلت BMC BMC مساحة المثلت BMC هنا نخدمها كما اللي كنا نخدموه في الأولى متاسق يعطونا يعطونا شكل كبير وياخدونا جزء منه معنتها نحسب المطابقية بالناقص نحسب هذا كل المطابقية بالناقص معنت هنا رأي عندي عندي المساحة تكامل هذه المشتلة هي 900 مساحة المشتلة هي 900 ونقص لها المساحة تعال هذا ABMD شيء من منحرف يبقى لنا المثلت معنتها هنا نكتب S S BMC تساوي S مشتلة معنتها المشتلة اللي عملها مشتلة اللي هي 900 القيناها من قبل ونقص لها المساحة هذا كل شبه المحرف هو ABMD ABMD نحن نقوم بالتطبيق العادة S BMC تساوي مساحة المشتلة اللي هي 900 ونقص منها النتيجة هذه تعال ABMD اللي هي 400 زائد 10 X هي ضرق هنا تساوي نجينا 900 ونقص منها هنا كده ندخل نقص على هذا معنتها هذه تولي نقص 400 نقص كل الإشارة الموجودة ذاك الأقوة نقص 10 X هل نعلش حطيت الأقوة لخطر هذا كله هذا كله هو يمثلنا المساحة مش غير 400 ومش غير 10 X كامل هذا يمثلنا يمثلنا المساحة هذه تا ABMD معنتها نحطها بين قوسي يدركنا 900 نقص 400 تعطينا 500 ناقص 10 X معنتها هنا G FDX عفوا FDX تساوي 500 ناقص 10 X أولا نخرجنا للدالتين بالنسبة للسؤال ما يقولون ساعد عمي لإيجاد طول دي أم طول دي أم لهو X نبحث عن دي أم طول X إيجاد X إيجاد دي أم لهو X حتى تكون للقطعتين S ABMD و S BMC نفس المساح معنتها يكون عندنا متساوي عند هذه المساحتين يكون متساوي معنتها نحط كمعادلة تساوي بالنسبة S ABMD S ABMD كنا لقينها اللي هي 400 زائد 10 X و S BMC كنا لقينها 500 ناقص 10 X X لإستخراج X يجب حل معادلة ذات مجهول واحد هنا في هذه الحالة نفيد المجهولين نحطهم على جهة ولا الأعداد نحطهم في جهة يعني هنا نحط 10 X زائد 10 X هذه جبتها للجهة الأخرى وبالنسبة لـ 400 نبعتها للجهة الأخرى هنا جينا 500 ناقص 400 هي تعطينا هنا في الأخير 20 X 20 20 X تساوي 100 معنى هنا X تساوي 100 قسمة 20 وتعطينا هنا في الأخير X يساوي 5 متر معنى DM يساوي 5 متر في هذه الحالة المساحتين يكونوا متساوي نشوفوا هل هذا الشيء صحيح ولا لا S-A-B-M-D S-A-B-M-D يساوي 400 زائد 10 X منتها 400 زائد 10 في 5 ويساوي 400 زائد 50 ويساوي 415 شو نشوفون المساحة الثانية إلا تخرج نفسها إلا خرجت شيء آخر ما عندها اللي يلقينا خاطئ S-B-M-C تساوي عندنا 500 ناقص 10 X تساوي 500 ناقص 10 في 5 ويساوي 500 ناقص 50 500 ناقص 50 تعطينا 450 و هذا الشيء اللي قمنا به صحيح ولقينا باللي المساحة اللولا هي 450 متر مربع والثانية احتها هي فيها 450 متر مربع هذه في الحال المسافة دي أم ولا طول قطعة دي أم هي 5 متر لاحظوا معي أنا ساعدنا عمي بشي قصم هذه نشوف لشن الجزء الثاني في المستوى المنسوب إلى معنى متعامل متجانس مثل بيانيا دالتين F-L-X و J-L-X في هذه الحالة إلا قعدنا إلا قلنا نرسمه الجدولان المساعدة لكي نرسم الدالتين أنا وريت لكم في الفيديو هاته السابقة وطلق لكم عندكم يعطونا دالتين F-L-X و J-L-X نجب الجدولان المساعدة ما نحطها على الظهر نحطها كما كان عندنا X F-L-X و X J-L-X حالنا بالنسبة للدالتين هما عبارة عن مستقيمان معنى تحتاجون نقطتان عندنا بالنسبة دايما الأولى نعودها بالصفر دايما X نعود X بالصفر هنا نعود بالصفر هذي 10X تمشين تبقى أنها 400 هذي الأولى النقطة الثانية ما نستعملو إش قال واحد ولا اثنين ولا نستعملو تفاصيلة التلاقي تفاصيلة التلاقي راني حسبناها من قبل هي خمسة وهنا خمسة هنا جينا 450 راني حسبناها هذي حشوية حسبناها باش تأكدنا يلعبنا صحة ولا لا وهي نستعملوها وهنا 450 معانت هناك نرسم نرسم تمثيل باياني بنقطة التلاقي يكون الإنجاز تاعي أكتر تدقيق معانت هنا ما نبقاش نمشي نمدد نخاف إلا تخرج لي في نقطة التلاقي ولا ما تخرج ونبقى خايف منها هنا جي هذي أحسن نحن نشوف هناك لدينا معامل شيء يساعدني هنا كان نشوف هنا معامل التوجيه لهو في الدلا اللولى هناك نشوف معامل التوجيه في الدلا الأولى هي موجب 10x معانت تطلع الدلا تطلع وهنا كان نشوف معامل توجيه سالب معانت هالدلا تهوت لاحظوا معايا نحاول نرسم الرسم بالتقريب وبعد عودنا نحط لكم الرسم بالتفصيل لكي تعرفو كيف نخدم بالنسبة هنا نتبع على محور الفواصل نتحرك بـ 2 يعني هنا نمش الفواصل ونقسم بس 1 سنتيمة مثل 2 هذا نرسم بالتقريب وبعد نحط لكم الرسم بالتفصيل نجينا هنا 2 4 6 8 10 12 نمش بالنسبة لمحور تاريز قالونا بلين نتحركوا بال 50 هاي دي هنا نحاول نقسم وبعد نحط الأعداد هاي عندي هنا بالنسبة لولا 50 لمورها 100 150 150 150 300 350 400 450 اربعمائة وخمسون. خمسمائة. هادي فيما يخص. لاحطينا هنا عندي المساحة. هنا بالمتر مربع. هنا عندي المساحة. بالمتر مربع. وهنا عندي بنسبة الاكس. هادا كامدي. هادا كامدي الاكس. هاداك الامدي هنا هاداك نسبوه بالمتر. هاداك بالمتر. هاداك طولة اامدي. ايا عندي نروك نجي نرسم. عندي بالنسبة هنا دلتين تألوهيتي. الدلة الاولى نحنا قبل ما نشي نرسم. نبين. نشي هنا نحن نعين هنا. حاول نغير اللون. باش يجي الرسم. ظهر. لاحظوا معايا. نمشي. نمشي في البداية لبدال للولى. واسم نعمل. نشي اول حاجة نقوم بها هي وضع نقطة التلاقي. نقطة التلاقي هي اللي نحتاجها اللولة هي اللي تخدمني. تطلاقها عند خمسة. مع انت هادا جي ما بين هنا. هادي هنا. هادي. نحاول نطلحها مباشرة. نعفوا بالنسبة للرسم. نرسموه لكم بطل بذيقة. هادا دروقاني نخدم مباشرة. يباش شوفوا بهين جين نقطة. هادي. جينة هادي هي نقطة تعالتلاقي. فربح مية وخمسين. وهادي عندي هنا. هنا عندي خمسة. خمسة جي هنا. ايا دروق هنا. بالنسبة للدلة. افلي اكس. افلي اكس. يشوفوا باللي. تبدي من خمسمية. وتمشي النقطة التلاقي. معنة هنا نمشي نغير اللون. هادي. تمشي. واحنا نشوفوا باللي معامل توجيه. سالي بمعنة هاته هود. كما اللي عملنا هادي. تبدأ من صفر خمسمية. صفر خمسمية هادا هادي. وتمشي لهذه النقطة التلاقي وتجي هافض. هادي. وبالنسبة للأخر هادي. هادي. هادي اللي هي. هادي هي اف افلي اكس. هادي اف. لي اكس. ونمشي وعود له الثانية. اخد كمثال اصفر ولا هادا. ايا و بالنسبة للثانية. عندي تبدأ من الربعمية. بس عندي زائد عشرة اكس. مع انتها تطلع. تبدأ من الربعمية. وتمشي لنقطة التلاقي. هادي. وتجي كما هادي هي. هادي هي. جي لي. اكس. هادي افلي اكس. جي لي اكس. قالوا نفسر بيانيا مساعدتك السابقة لعمي احمد مع تحديد قيمة المساحة في هذه الحال. احنا بالنسبة للعمي احمد. هنا ساعدناه في ماذا? ساعدناه في ايجاد قيمة اكس. حتى تكون المساحتين. بي ام سي والمساحة او بي ام دي كو عندهم نفس القيمة. مع انتها هي ربعة مية وخمسين. هنا في ربعة مية وخمسين. را عندي. شحال القيمة اكس. شحال المساة شحال طولة ام دي. طولة ام دي. هذاك اللي يحطوه هنا مجهول هو خمسة. مع انت هنا في التفسير البياني. نقول هنا. نقول هنا المساحتين. اس اس بي ام سي. و اس او بي ام دي. متساوية. في نقطة التلاقي. اي اي قيمتهما ربعة مية وخمسين متر موربع. نشوفو درموك بالنسبة للفاصلة التحكم بالاسقاط العمودي حول محور الفواسن. نلقاه هنا خمسة. هنا ومنهو بالاسقاط. العمودي على محور الفواسن. هذه نقطة التلاقي. هذه. نسقطها. نلقى هنا خمسة واسن. نجد. اكس الموافقة لها هي اكس يساوي خمسة اي. ام دي. ام دي. يساوي خمسة. متر. هذه فيما يخص التفسير البياني. معنا نعتمد على البياني. معنا نعتمد على الحساب. في السابق كنا حسبنا هذيك ربعة مية وخمسين. لقينها حسابيا. بصح في الحين هنا واسمع منا. فدنا. وكأننا فدنا النقطة اللي يكون عندنا مطلاقين. النقطة التلاقي هي المساحتين والتساويتين. نمشي في هذه النقطة التلاقي. نشوف شحال. شحال المساحة هي ربعة مية وخمسين متر مربع. مش حال يلاقي يكون عندي اكس باش تخرج له هاد المساحة باش تخرج لمساحة ربعة مية وخمسين لكلتا القطعتين هي اكس يساوي خمسة بالاسقاط العمودة على محور الفواصل. ونلقا باللي ام دي يساوي خمسة خمسة متر. خمسة متر. ان شاء الله يا ربي نكون نكون فصلت ملاح للاجابة. العفو على تنظيم الكتابة. انا خطر حليت مباشرة. وفي نفس الوقت عندي مشكلة بالنسبة للكتابة على القلم. هذا الالكتروني. يغبني شوية. انا يحاول بقدر الامكان. حتى انا نتعلم كيفكم كل واحد واصل ما يتعلم. انتم ما تعلموا الرياضيات وانا نتعلم الكتابة على الطابلات. وكل واحد منا رايتعلم. والحمد لله احنا رانا يبقى دايما الامل. احنا دايما نطوره في رواحنا ودايما نتعلمه. ثم ما تقطعوش ليات وما تكرهوش. حاولوا دايما تعندو. كما نادر وقلا اني نكتب في طابلات ونغبن. ونحصل عاود نمحي ونعاود ونعاود ونكتب ونعاود. ونتحدى هاد الصعوبة. ثم ما بنفس النفس الشيء بالنسبة لكم. ثم ما عندكم صعوبات. حاولوا تتحداوها بشوية بشوية تعلمو. راكم تشوفوا في البنسبة لي هنا كادي عشرين يوم كعندي اللي كان كنت بديت في القناة. كنت حطيت كنت حطيت بالباور بوينت. نظروا وقاني نخدم بالحل مباشر. والامور راها تزيد تطور بالصوت. ونتعاو كل خطران حاولو ننضيفو ونسقدو مرواحنا. ولعنكم شيء اضافة ولا شيء حاجان حسنو بها الشوفو باللي كاين اضافة ولا كاين تحسين تقطعوها علينا. قطرحوا اي تحسين وانا عني معاكم واصلا هاد القناة راها ليكم. متو ما تحكموا فيها قولوا لي واسل نعمل لكم واسل نخدم. وانا نقوم بهذا الشيء بلامزية. ان شاء الله يا ربي نكون نكون ساعتكم ونكون ساعة التلميذ اللي بعتلي هاد الوضعية باش نحلها. وصحة رمضانكم وصحة فطوركم وربي يعاونكم والنجاح ان شاء الله. شكرا.